أهلا بكم في أولى نشرتنا الاقتصادية أفتتح وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعدة السيد زايد من راشد الزياني أعمال المنتدى الدولي لرواد الأعمال الشباب الذي يقام لأول مرة على مستوى دول الخليج العربي والشرق الأوسط وأكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة أن إقامة هذا المنتدى جاء متزامنا ومتماشيا مع استراتيجية الوزارة في تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مشيرا إلى سعي الوزارة الدائم لبدء المشروعات وتطويرها من مؤسسة متناهية صغر إلى قطاعات عالمية وستتضمن جلسات أعمال المنتدى تعريف الشباب المراحل التي يمر بها رواد الأعمال إضافة إلى مناقشة أهم مهارات مشاريع ريادة الأعمال كشف المدير العام لشركة البحرين الأولى أميل عريض للنشرة الاقتصادية عن استكمال الأعمال الإنشائية لمشروع مجمع مركادو التجاري الكائن في منطقة الجنبية والذي من المتوقع افتتاحه في شهر مايو القادم لتوفير متنفس تجاري جديد بالمحافظة الشمالية 2016 طبعا مشروعنا المركادو عبارة عن مجمع تجاري في الجنبية هذا مشروعنا لهذا السنة والحمد لله يعني استكمل بالكونستركشن كملنا الآن أجرنا فوق 50% من المشروع فعندنا الأسرة كأنكرتيننت سوبرماركت بالإضافة إلى محلات أخرى معروفة فالحمد الله وإن شاء الله الافتتاح بيكون قبل الصيف يعني في خلال أشهر فهذا مشروعنا لهذا العام